في إطار جهودها الرامية لضمان صحة وسلامة المرضى والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 دعت وزارة الصحة المجتمع البحريني للاستفادة من خدمة التطبيب عن بعد عبر الاستشارات بتقنية الفيديو وذلك بالرعاية الأولية في المراكز الصحية وبيّنت إدارة المراكز الصحية بأن الخدمة ستكون متوفرة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا خدمات جديدة تم تطبيقها منذ بداية التحدي الصحي لفيروس كورونا وذلك في إطار الجهود الرامية لضمان صحة وسلامة المرضى والحد من انتشار الفيروس أول يوم قمنا بالإعلان واستقبال الخدمة كان فيها إقبال شديد وكانت مبادرة جدا ناجحة الهدف الأساسي من الخدمة هو تقليل التوافد على المراكز الصحية للأسباب الغير ضرورية واللي ممكن بالأساس أن نخدم فيها المواطن وهو عن طريق التباعد وتفعيل طبعا خاصية التباعد الاجتماعي خدمة التطبيب عن بعد عبر الاستشارات بتقنية الفيديو أتت لتقليل الاختلاط قدر الإمكان للحالات التي يمكن خدمتها عن بعد دون الحاجة للتردد على المراكز الصحية طبعا أول شيء المريض ممكن يتصل على الخط الساخن للمواعد في المراكز الصحية ثمانية ثلاثة صفار سبعة ثلاثة صفار ويختار الوقت اللي ناصبه لاستقبال المكالمة الهاتفية أو المرئية يخبر الموظف اللي على الخط الساخن أنه سيتم يوصلك مسج أو رسالة نصية تحتوي على رابط مباشر لبدء الاتصال المرئي ويجب أن تكون مستعد على الوقت اللي أنت اخترته وزارة الصحة تستمر في تعزيز الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال استحداث خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة للمنازل ضمانا لصحة وسلامة وراحة المرضى الشهر اللي طاف كانت من أجمل الردود اللي كنا نشوفها عند المراجعين من كبار السن كانوا بالعكس يعني إقبالهم جميل روحهم حلوة تبادرهم وثقتهم في الخدمات اللي تقدمها وزارة الصحة ومملكة البحرين أكبر من أن يكون هاي النوع من أنواع الاستشارات عائق وما أعتقد أن مثلا الفئة العمرية أو عمر معين غير قادر على التواصل بهاي النوع من أنواع التقنيات وأعتقد أن دل هاي شيء هو دل على وعي كبير من قبل شريحة جدا كبيرة في المجتمع البحريني خدمات إلكترونية تختصر الوقت والجهد ويمكن من خلالها تحقيق كامل الأهداف المرجوة بدون مراجعة المركز الصحي أو المجمع الطبي وجهود تعاونية بين مؤسسات الدولة لضمان سير هذه الخدمات بأعلى المعايير تقنية وأساليب حديثة اعتمدت عليها وزارة الصحة إضافة إلى التوسيع الجاد في عمليات التطبيب عن بعد للمساهمة في راحة المواطن والمقيم والحد من انتشار فيروس كورونا شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين